موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة التاسعة من مرنامج ماذا قال علي عن ابن المهدي عنوان حلقة اليوم ابن المهدي من البصرة رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يذكر أصحاب القائم عليه السلام قال أولهم من البصرة وآخرهم من اليمامة معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام عليه الكوراني الثالث صفحة 103 في الحلقات السابقة ذكرت كثير من الأدلة على إن ابن المهدي أحمد عليه السلام هو أول القادة والأصحاب الثلاث مائة وثلاثة عشر وإنه هو الذي يقود عملية التمهيد للإمام الحجة المهدي عليه السلام ويجمع له أصحابه وأنصاره وتبين اسم ابن المهدي عليه السلام ومقامه بأنه وصيء من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه المهدي الأول وأول المقربين والمؤمنين وكذلك هو اليماني الموعود وأنه أيضا يسمى بالإمام والقائم وصاحب الأمر هذه الأمور ذكرنا عليها الأذلة وتبين لنا زمان ابن المهدي عليه السلام زمان مجيئه باعتباره قائد التمهيد ومن يسلم الراية بأبيه المهدي عليه السلام ويأخذ له البيعة فزمانه هو زمان الظهور بقي أن نتعرف على مكان ابن المهدي عليه السلام مكان المهدي الأول أحمد عليه السلام فمن أين يكون؟ الإمام أمير الممنين عليه السلام يجيبنا مشيرا إلى أنه يكون من البصرة يقول عليه السلام ألا وإن أولهم ألا وإن أولهم من البصرة وفي نص آخر أولهم من البصرة وآخرهم من اليمامة فالإمام عليه السلام يذكر أن أول القادة الأصحاب من البصرة أول الثلاثمائة وثلاثة عشر هو من البصرة وثبت لنا في الحلقات السابقة أن ابن المهدي عليه السلام الذي هو اليماني والمهدي الأول أحمد هو أول القادة وهذا لا يشك فيه عاقل بعد أن علمنا أنه يأتي مرسلا من أبيه الإمام محمد بن الحسن العسكر عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن أحمد بن المهدي هو أول المؤمنين وأول المقربين عندما قال في وصيته العاصمة من الضلال فليسلمها إلى ابنه أي الإمام المهدي عليه السلام فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين الغيب الشيخ الطوصي رحمه الله صفحة 151 حديث 111 فإذا كان ابن المهدي أحمد هو أول الأصحاب بنص الوصية العاصمة التي أو الذي كتبه ورواه الإمام علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو إذن أكيد من البصرة كما يروي الإمام علي عليه السلام أولهم من البصرة وفي خبر طويل عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا جوابا من أين يكون أحمد ابن المهدي مكانه هذا دليل آخر في خبر طويل عن الإمام الصادق عليه السلام يسمي فيها أو فيه الأصحاب الثلاثمائة وثلاثة عشر يقول أنا أذكر فقط موضع الشاهد يقول ومن البصرة عبد الرحمن بن العطاف بن سعد وأحمد ومليح وحمد بن جابر بشارة الإسلام صفحة 101 لا يأتي جاحد ويقول رواية الصادق عليه السلام ذكرت من البصرة أولا اسم عبد الرحمن بن العطاف وأحمد هو الثاني هذا عناد وجهل طبعا لأن الرواية غير ناظرة إلى الترتيب وحرف العطف الواو هو لمطلق الاشتراك والجمع ولا يفيد الترتيب ولا التعقيب في العربية كما هو معلوم فلا فرق بين أن يتقدم أحدهما أو أحدهما على الآخر فيكفينا أن نعلم بأن ابن المهدي ووصيه ووصيه موجود في زمن الظهور وله مهمة جمع الأصحاب والأنصار يكفينا هذا لنقطع بأن أول القادة من البصرة هو أحمد لماذا؟ لأن لا يعقل أن يكون أول المؤمنين بالإمام المهدي عليه السلام ودعوته رجل آخر غير الوصي والممهد أحمد وبتعبير آخر إن حصيلة هذه الروايات الثلاثة مضمون وصية النبي صلى الله عليه وآله أول المهديين أحمد هو أول المؤمنين وقوله أولهم من البصرة وقوله الصادق عليه السلام ومن البصرة أحمد حصيلة الروايات تكون كالآتي إن إن أحمد وصي الإمام المهدي عليه السلام هو أول الأصحاب وهو من البصرة فهذه حقيقة لأنها حصيلة روايات المعصومين عليهم السلام وليست ترقيعا كما يصف المعاند ولا إشكال أن نأخذ الحقيقة من حصيلة الروايات ولا سيما عندما يكون الكلام عن معلومات تخص اليماني لأنه القائد والممهد لدولة العدل الإلهي والحكمة الإلهية اقتضط عدم الكشف عن تفاصيله قبل ظهوره وأوانه حفاظا على شخصه ومنعا لإدعاء مقامه من قبل المبطلين لعل سائل يسأل أنتم تقولون أن أحمد هو ابن الإمام المهدي عليه السلام وهو أول المهديين وهو اليماني الموعود وأنه من البصرة فكيف يكون اليماني من البصرة أليس اليماني من اليمن الجواب على هذا الإشكال أولا معرفة أصل كلمة اليماني كافية لإزالة الشبهة لمن طلب الحق فيجب معرفة إن مكة من تهامة وتهامة من اليمن اليماني أحمد الحسن عليه السلام هو ابن الإمام المهدي عليه السلام أي هو من درية النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله معلوم أنه مكي بمعنى إنه تهامي بمعنى إنه يماني فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد عليهم السلام كلهم يمانية والابن يحمل نسبة أبيه الأصل وإن ولد الإبن في مكان آخر ولد قد تسمع فلان البروجردي وهو قد ولد في العراق ولكن لقب أو نسب البروجرد نسبة إلى المدينة الإيرانية تبعا لأصل أبيه لأن أصل أبيه من بروجرد فالإبن يولد في عراق أو في مكان آخر يسمى بروجردي وكذا قد تسمع شخص في لبنان أو في العراق ولقبه الخوي نسبة إلى أصل الأب أو الجد القادم من مدينة خوي في أذربيجان الغربية في إيران وكون أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يماني وكذلك آله عليه السلام هذا ما كان يعرفه العلماء العاملين الأوائل رحمه الله ولهذا نرى العلام المجلسي رحمه الله قد سمى في البحار في بحار رنوار كلام أهل بيت عليه السلام سمى بالحكمة اليمانية ممكن مراجعة مقدمة البحار أجزء الأول الصفحة الأولى فالإمام المهدي عليه السلام يماني وابنه أحمد صاحب راية الهدى هو المقصود من اليماني الموعود فلا يشكل علينا أحد من أين جئنا بلقب اليماني لابن المهدي الذي هو من البصرة من العراق هل سيشكلون على مناجات الله تعالى لعيسى عليه السلام في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال يا عيسى دينه الحنفية وقبلته يمانية لماذا قبلته يمانية لماذا مكة يمانية كما ذكرنا مكة من تهامة وتهامة من اليمن هذا ما يرويه الكافر في الجزء الثامن صفحة 130 وهل سيشكلون على عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله تسميته للكعبة باليمانية كما في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 51 و75 وأبو طالب عليه السلام الذي دنامي الكعبة وقال اللهم رب هذه الكعبة اليمانية كما في بحار الأنوار جزء 15 صفحة 310 أم هل سيشكلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول الإيمان يماني وأنا يماني كما في بحار الأنوار جزء 57 صفحة 100 صفحة 12 32 وقال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية لماذا الإيمان يمان والحكمة يمانية ولماذا النبي يقول أنا يماني فعلماء اللغة والحديث يقولون إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة وتهامة من أرض اليمن إذن ليست عندنا مشكلة لغوية أو جغرافية بخصوص لقب اليماني ويكفيه انتسابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أنا يماني ثانيا في الملاحم والفتن للسيد بن طاوس الحسني صفحة 80 قال فيجتمعون وينظرون لمن يبايعونه لمن يبايعونه فبينهم كذلك اتسمعوا صوتا ما قاله إنس ولا جان بايع فلانا باسمه ليس من دي ولا ذا ولكنه خليفة يماني ولكنه خليفة يماني فهو خليفة يماني ولكنه ليس من سكان اليمن يقول ليس من دي ولا دو وقال ابن منظور في كتابه لسان العرب وفي صفة المهدي قراشي يمان ليس من دي ولا دو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن وهم ملوك حمير منهم دو يزن ودو رعين وقوله قراشي يماني أي قراشي النسب يماني المنشأ جزء 15 صفحة 452 وعليل كوراني يروي في كتابه معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام الجزء الأول صفحة 299 يقول ما المهدي إلا من قريش وما الخلافة إلا فيهم غير أن له أصلا ونسبا في اليمن بمعنى إن المهدي عليه السلام يرجع نسبه إلى اليمن لا إنه من ساكن بلاد اليمن وما نسب المهدي عليه السلام من اليمن إلا لكونه ابن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مكي تهامي وتهامى من اليمن إلا أن دورية الإمام المهدي عليه السلام هم يمانية عليهم السلام ثالثا أما بخصوص من يقول أن هناك روايات تحدد أن كون اليماني من اليمن ويحتاج بالرواية يقول عن محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول وخروج السفياني من الشام وخروج اليماني من اليمن كما في كتاب كمال الدين وتمام النعمة صفحة ستتمية وثلاثين فيحتجون بعبارة من اليمن جوابنا على هذا الإشكال أولا أن الشيخ صدوق نقل رواية قبل هذه الرواية وبنفس السند إلا أنها لم يأتي فيها عبارة من اليمن بل هي إضافة من قبل المحقق ولذا جعلها بين قوسين فجاءت عبارة من اليمن في هذه الرواية بين قوسين للإشارة على أنها أضيفت من قبل المحقق والمحقق إنما اعتمد على بعض النسخ التي جاءت فيها هذه الإضافة إن لم يقال بأن الإضافة منه للارتكاز الذي عنده وهو دلالة لفظ اليمان على أنه يخرج من اليمن ويحتمل جدا أن تكون من بعض النساخ خصوصا مع تصريح الرواية بكون السفياني من الشام فكأن النساخ فهموا سقطا يعني سقط أو نقص بالرواية فقاموا بإكمال بإكمال الرواية بقارنة التحديد السفياني من الشام فيتعين تحديد اليماني من اليمن بحسب الارتكاز المتقدم فأضافوا عبارة من اليمن ثانيا مما يقوي عدم وجود العبارة عبارة من اليمن هو إن أبا الفتح الإربيلي صاحب كتاب كشف الغمة والشيخ الطبرصي في أعلام الوراء بأعلام الهدى صفحة 448 تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة أولى سنة 1424 هجري 2004 ميلادي وكذلك العلام المجلسي وكتاب بشارة الإسلام صفحة 139 وإلزام الناصب جز الأول صفحة 196 ومكيال المكارم جز الأول صفحة 70 وغيرهم نقلوا نفس الرواية ولم يرد فيها لفظ من اليمن وقد نقله المجلسي عن كمال الدين نفس المظر بدون هذه الزيادة من اليمن ومن هنا يقوى احتمال إضافة من اليمن في زمن متأخر عن هؤلاء الأعلام ولهذا ذهب جلال الدين الصغير إلى نفي كون اليماني من اليمن وأتبت عراقيته بقوله وفي العموم فإن الروايات الصحيحة والموثوقة والمعتبرة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كون الرجل من اليمن ذكر هذا الكلام في مقاله في موقع براتة أشكر حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله سبحانه موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر